بغدايا لسار نوتي هريمي كردوسان طبعا اما وكو نوينوه تشجيعي نوتي كاركوغ لرقاي بولي كردوسانوه بو بندري جيهان كاس شريكي سومو إداريا دائمو كو نوينوه بشغيري همو ريكوتناتي آشتيانا والرقاي دامزلاوكاني دولتي عراقو دامزلاوكاني هريمي كردوسان بكري نقل لرقاي علاقاتي شخصيوه ورقاي شفاف بن ودعوكا ذاكي من جبهو او ريكوتناتي هردوا لايال لسار ملفوناوه ونو ملفاني تركا تأثيري لسار جيهاني خالكي هريمي كردوسان وخالكينا وشكاني تري عراق كردولاً لانبيشانا ملفوناوه يائهك الملفوناه هره السيارا كان وزورتين شفافيتيتو وزورتين قندلتيتو لعراق و هريمي كردوسان حكومة عراقية تحقيق حالي كتائي لغل هرامي كروسانا بو انجمين ونراني عراقي عاشقرابكا وانجمين ونراني عراق آقادالي بردكالي او ركوتنا نبي وخالك يتركب لامانو قرنجا حق شاري كاركوك فارسجي كاركوك لميزاني بترو دولار نخريا وشاري كاركوك مستفيد بيد لو ميزانيا وكذلك قناعتين حكمة عراقية تحقيق خلافات شخصية لغل ببرستاني هرامي كروسانا هولاتاني هرامي كروسان ونبن قرباني وكذلك يجب أن يكون المخالفة بي ياسا وبي دستور وبي درقيدها داكان ومؤسسات دستوري عراقية ومن ثم يتركوا هولاتاني هرامي كروسان نبن قرباني علاقات شخصية ببرستاني هرامي وبربرستاني بغدا وأود داهاتيك لأخوي حريمي كردوسان والرقين نوتو برهم شفاف بيه وبتواند للك الفقمات العراقية بشيوكي شفاف عنا إدارة بدريك نواتي تخزمتي كوامالة بنمعلي لسلادات لحريمي كردوسان وقوحة علاتياني حريمي كردوسان السؤال كان حول الزيارة الأخيرة لسيد مسعود البارزان إلى البغداد بصراحة ثبت لنا ولكم وثبت لجميع بأن ليست هناك أي مشاكل جدية بين السياسيين المتسلطة في الأقليم أو في حكومة الاتحادية لكن في حال تضارب مصالحهم وفي حال تضارب مصالح بينهم يصبح الشعب أو أهالينا في أقليم كردستان وفي العراق بشكل عام وقودا لهذه السراعات الشخصية بين السياسيين المتسلطة والمتنفذة في الأقليم كردستان وفي الحكومة الاتحادية المترجم بالقليم كردستان وفي عدد سياسيين المترجم من التحقيت من السياسيين المترجم هناك حيث أتصال كاردستان والحكومة الاتحادية ومن المحلول من الجميع والمسكس السعودية تجد من الكردستاني عراق وغيرها وأنه يطلق إرائيز ومعائلين مالا بأشتب التعواني في المحلول من الكردستان وحرك في ايها بل سواء أملت لكم بشخص وجودك أكبر ترجمة نانسي قنقر